شهر جوان وشهر جويلية وقع تقديم زو الصياغ أو التطور في الصياغة بين التقرير اللي قدمته اللجنة حاول تقدم أشغالها في شهر جوان والتقرير اللي قدمته في شهر جويلية حدثت تطور على وسطوة الصياغة العامة لبعض الفصول متعلقة بالحقوق والحريات بشكل عام اللجنة هذه قاعدة تقدم في العمل قاعدة تصير في بعض الفصول ولكن بشكل إجبالي تقليم العام لعمل هذه اللجنة هو أنه جزئيا هناك روح لكتابة باب الحقوق والحريات بروح ربما لا تتناغم مع الحريات الدستور خاصة لما نحب نكتب دستور ثورة ودستور جاء بعد مرحلة طويلة من الاستبداد من القمع من قمع الحريات من الاعتداع الحريات الغاية هي التضميم هذه الحريات في النص الدستور وليس البحث عن القيود المضروبة على هذه الحريات نحن نعرف من دستور 59 كان يضمن مجموعة من الحقوق والحريات ناقص صحيح ولكن في كل مرة في آخر الفصل يجي حرية التعبير مضمونة ولكن تمارس حسب ما يضبطه القانون حرية الرأي مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون حرية الصحافة مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون هل الرجوع دائما إلى القانون؟ مكن على امتداد خمسين سنة أن السلطة انطلاقاً من القوانين يعني تلعب على القوانين من أجل أن تضيق مساحة الحريات المتاحة في الدستور يعني الدستور يتيح مساحة من الحرية ولكن يقول أنه تمارس في نطاق القانون وعن طريق سلاح القانون يتم التضييق في مجال الحريات وفي مجال ممارسة هذه الحريات كنا نقول أن الطريقة هذه غير مجدية الطريقة هذه فيها اعتداء على الحريات فيها التجاوز للحريات ولكن في نهاية الأمر على الأقل هناك شيء إيجابي في هذا هو أنه على الأقل نعرف ماذا يوجد في القانون يعني الشخص الذي يريد أن يمارس الحرية يعرف على شو قد يعرف أنه ثم ضوابطه مضبوطة في القانون نجم يكون القانون مخالف الحري نجم يكون القانون معادل الحري نجم يكون القانون غير ديمقراطي ولكن على الأقل مسبقا نعرف ماذا يوجد في القانون اليوم في لجنة الحقوق والحريات هناك بعض الحقوق والحريات التي تم تقيدها بمفاهيم غير دقيقة بمفاهيم غامضة نأخذها على سبيل المثال الحرية التعبير حرية التعبير حرية الإعلام وحرية الإبداع في التقرير المتعلق بتقدم أجهال لجنة الحقوق والحريات جاء في مقترح الفصل 14 أن حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الإبداع تمارس مفهومات وتمارس في حدود احترام النظام العام والأخلاق الحميدة ماذا يعني؟ ما معناه النظام العام؟ أين يبدأ النظام العام وأين ينتهي؟ أين تبتدأ الأخلاق الحميدة وأين تنتهي؟ هذه مفاهيم فضفاضة مفاهيم واسعة مفاهيم قابلة للتأويل في هذا الاتجاه كما في الاتجاه الآخر مفهوماً الأخلاق الحميدة يختلف من شخص إلى شخص من منطقة إلى منطقة من بلاد إلى بلاد من زمن إلى زمن وهذه مفاهيم لا يمكن تضمينها في الدستور لأنها ستبقى سلاح وسيف سيف مسلط على رقاب المواطنين لا نعرف ما هي حدود هذه الحريات خاصة إذا كانت تعلق الأمر بحرية الإبداع أو بحرية التعبير هذه مسائل غير قابلة أو حتى حرية الإعلام هذه مسائل غير قابلة للتحديد بمفاهيم فضفافة ومفاهيم واسعة عن أقل مفهوم القانون لما يقول لنا الدستور حسب ما يفبطه القانون على أقل مفهوم القانون أكثر وضوح من مفهوم الأخلاق الحميدة أو من مفهوم النظام العام لما نشوف في الفصل المتعلق بحرية المعتقد حرية المعتقد مضمونة مع تجريم الاعتداء على المقدسات في سيغة أولى ثم مع احترام المقدسات في سيغة ثانية مزوز اقتراحات فهذا يزاد نفس الشيء لأنه المقدسات ماذا تعني المقدسات؟ أين تمتدأ المقدسات؟ أين تمتهي المقدسات؟ من سيحدد ما هو مقدس وما هو غير مقدس؟ كل مشكلة لنا هذا مقدس مقدس برشة ولا مقدس مقدس شوية وهل أنه فم اعتداء يعني على المقدسات أو لا؟ هذه مفاهيم غير قابلة للتحديد ثم ماذا يعني دستور يجرم؟ يجرم الاعتداء على المقدسات؟ لن نرى في العالم دستور يجرم؟ دستور هو مجلة جزائية ولا مجلة جنائية لتجرم دستور؟ يضبط الحريات، يضمن الحريات ويطلق باب الحريات وهناك مواطن أخرى، المجلة القنونية والمجلة الجزائية هي التي تتولى تحديد الضوابط وتجريم ما يعتبره المجتمع جريمة هذه في الحقيقة الموجود في حتى دستور في العالم هذه بضعة وكله بضعة ظلالة وكله ظلالة في النهار لأن تفرغ في حقيقة الأمر مبدأ حرية المعتقد من كل المحتويات لما نقرأ الفصل مثلاً المتعلق بالمساواة ونبذ كل أشكال التمييز لأنه فما مسألة المساواة له يقيمة أساسية من قيم الجمهورية وقيمة أساسية من قيم العدالة بين الناس لما قلوا عدم التمييز على أساس العرق على أساس اللون على أساس الانتماء الاجتماعي ويتم تهميش أو عدم ذكر عدم التمييز على أساس الدين وعلى أساس اللغة ماذا يعني هذا؟ يعني أنه ليس نخلق مواطنة بدرجتين أنه يمكن التمييز ويمكن التمييز على أساس الدين أو اللغة يعني أنه ليس نخلق مواطنة بمكيالين ويمكن التمييز على أساس اعتبارات دينية واعتبارات لغوية يعني التونسيين الذين لا يهم شي معتنقين مثلاً الإسلام لأن هناك تونسيين من طواقف أخرى ومن أديان أخرى ويمتمون ويعتقدون أنهم قناعات أخرى واعتقادات دينية مختلفة هل أهم كل حقوق المواطنة أم لا؟ لما نقرأ في نفس الباب في مستوى الحق في الحياة لما يقول الحق في الحياة مقدس وأنه يحدث استثناءات بمقتضاء القانون وبمقتضاء الأحكام القضائية يعني أنه يمكن استثناء حق الحياة عندما يتحدث على أحكام قضائية نهائية صادرة عن محاكم وفي محاكمات عادلة ماذا يعني هذا؟ يعني أنه من الناحية القانونية هو قبول باستثناء عقوبة الإعدام يعني أن الحق في الحياة مضمون ولكن الدستور يقبل بعقوبة الإعدام في الحقيقة هو المجتمع المدني يعني لما مشاهم المجلس التأسيسي وتحاولوا مع ذلك المجلس التأسيسي كانوا طلبوا في إلغاء عقوبة الإعدام في الدستور ولكن ما رعنا إلا أنه المجلس الوطني التأسيسي ليس فقط أنه مخداش بعيد الاعتبار اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وهذا يحقه وليس فقط لازم الصمت بخصوص هذه العقوبة وإنما ارتقى بعقوبة الإعدام إلى مستوى الدستور يعني دستر عقوبة الإعدام في مكان أو في محل دسترة إلغاء عقوبة الإعدام وهذا ليس فقط مخالف لروح الدستور ومخالف لما يمكن أن نجده في الدستير وإنما فيه اعتداء على حقوق الأجيال القادمة ربما الجيل القادم أو الذي سيليه يقرر في تونس أن يلغي عقوبة الإعدام من القانون من المجلة الجزائية ولكن سيعترضه حاجز كبير يتمثل في الدستور يصبح دستور حاجز أمام إلغاء عقوبة الإعدام لأن إلغاء عقوبة الإعدام في الحالة المجلة هي تطلب تعديل الدستور وهذا لست موجود حتى دستور في العالم حتى دستور في العالم وحتى دول التي تمارس عقوبة الإعدام لا نجد في دساتيرها تنصيص على عقوبة الإعدام لنهم فأم نزع كبير في العالم ح até من توجب كبير نحو إلغاء عقوبة الإعدام ونحن نعرف على المئتين دولة الموجودين في العالم 140 دولة إلى حد الآن ألغات عقوبة الإعدام يعني الأغلبية الساحقة من دول العالم تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام ألغتها أو هي على طريق إلغاءها ونحن في تونس خلافاً لمصار الأمم وخلافاً لمصار الشعوب ندستر ولأول مرة في تاريخ الأمم وشعوب وعقوبة الإعدام ونضحها في دستور هذا مخالف لروح الحقوق وروح الحريات لما نقرأ في نفس الباب بخصوص الحق في العمل وهو أحد مرتكزات الثورة وأحد أهدافها وأحد مطالبها الأساسية دستور الثورة الذي إما لأنه فم نقاش القاعد داخل اللجنة هذه إما في الاتجاه نحو عدم ذكر الحق في العمل وعدم التعرض له وعدم تضمينه في الدستور أو تضمينه بسياغ مايعا بسياغ لا ترتب على الدولة اغتزامات حقيقية وخاصة بسياغ لا تتلاءم مع المعايير الدولية ذكرنا بسياغ السياغ المعتمدة هي أن العمل حق من حقوق المواطن وتعمل الدولة أو تبذل الدولة قصار جهدها من أجل أن تؤمن العمل لآخره يعني أن الدولة في الحالة هذه هي ملزمة ببذل غناية ببذل جهد ولكن هذا الجهد غير قابل للتقدير يعني في نهاية الأمر ما هوش التزام قانوني ما هوش التزام يخلف آثار قانونية ويرتب آثار قانونية لأنه في نهاية الأمر الدولة النجم تقول بسيغة أو بأخرى أنا بذلت كل جهدي ولكن هذا هو الواقع الاقتصادي هذا هو واقع السوق سوق الشغل في تونس هذا هو واقع الاستثمار في تونس ولا أستطيع أن أفعل أكثر مما أفعلون يعني المثلة مرتبطة برغبة الدولة وإرادتها في بذل هالعناية هذية في بذل هالجهد من أجل توفير الشغل من عدمه يعني لا يوجد التزام قانوني والتزام دستوري في حين أن الصيغة المعتمدة على مستوى المعايير الدولية تقوم على الآتي هو أن العمل أو الشغل هو حق من حقوق المواطن في حدود موارد الدولة هذه الصيغة التي تم اعتمادها عادة في المنظمات الدولية وفي العهود الدولية في حدود الموارد يعني أنه ليس نخرق ريفيرانسيالي في الدستور نستطيع فيه بمقتضاحة المحاكمة الدستورية المحكمة الدستورية أن تقيم بالرجوع إلى قوانين الميزانية بالرجوع إلى الموارد بماذا قامت الدولة من جهد على أساس مواردها بالرجوع إلى موارد الدولة لتضمين أو لتأمين حق الشغل للمواطنين هذه مثلاً لما نقرأ في خصوص حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وهو حق من الحقوق الأساسية سواء كان لرجال الإعلام الوصول إلى المعلومة أو حتى للمواطنين يعني حق من حقوق المواطنين ويقيد هذا الحق بمفهوم الأمن العام يعني لما لا يتعارض هذا الأمر مع الأمن العام لكن ماذا يعني الأمن العام مرة أخرى؟ أين يبدأ الأمن العام وأين ينتهي؟ هذه المفاهيم لا يمكن تحضطها ووضحها في الدستور يعني في نهاية الأمر الدستور باقي أو باب الحريات باقي قاعدة صاغ بشكل أو بروح تبحث أكثر عن التقييد منها عن ضمان الحريات يعني في نفس الفصل تلقى ضمان الحرية وسلسلة من القيود المضروبة على هذه الحرية ربما في بعض الأحيان هذه القيود ضرورية ربما في بعض الأحيان هذه القيود مقبولة ربما في بعض الأحيان هذه القيود حقيقية ولكن موقحها وموطنها ليس الدستور موقحها وموطنها هو أما التشريع على القوانين هي التي تقيد الحريات وتظبر وتنظم طريقة ممارسة الحريات في إطار منظومة ديمقراطية موقحها هو في الممارسة السياسية وفي الممارسة المجتمعية المجتمع تدريجيا عبر الممارسة هو ليضع قيود اجتماعية لممارسة الحرية حتى لا يتم الاعتداء على حرية الآخرين تحت شعار ممارسة الحرية ثم في نهاية الأمر هناك معيار أساسي لتقييد الحرية وكان يمكن للجنة الحقوق والحريات الاكتفاء به هو أن الحرية هي الأصل وأن الحرية هي المبدأ وأنه لا يمكن تقييد الحرية إلا في حدود مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة نحن كرجال قانون نفهم المعنى لأن هذه ليست مفاهيم ففارة معنى التناسب ومعنى الضرورة هي مفاهيم فقه قضائية هي مفاهيم وهي معايير دولية وكرجال قانون نفهم بالضبط ماذا يعني ذلك ما معناها؟ معناها أنه ليس مجال في كل فصل نقول الحرية مضمونة وهي القيود متاح حرية مضمونة وهي القيود متاح ونبدأ نعمل قائمة طويلة وعريضة من القيود المضروبة على الحريات في فصل واحد في بداية باب الحقوق والحريات لما نعلم عن مبدأ الحرية نقول بأن الحرية هي الأصل الحرية هي المبدأ ويمكن تقييد الحرية في نطاق مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة ولا نحتاج هنا معد للعودة في كل فصل لتقييد الحريات ماذا يعني مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة؟ أنه لا يمكن أن نقيد الحرية إلا إذا كان ذلك ضروريا لحماية الحقوق الآخرين وبالتناسب مع المخاطر يعني لا يمكن تقييد الحريات حرية والذهاب إلى أقصى التقييد في حين أن المخاطر في الاعتداء على حرية الآخرين أو في تقييد حرية الآخرين هي مخاطر محدودة يكون هناك تناسب بين عملية التقييد والمخاطر المترطبة عن ذلك سواء تعلق الأمر بأخلاق حميدة أو بنظام عام أو بمقدسات أو بأمن عام أو بصحة أو بأخلاق أو كل ما تريد مهما كان الموضوع التحديد مهما كان السبب التقييد فإنه مرتبط بمعيار واحد هو معيار التناسب ومعيار الضرورة لو كان اكتفات اللجنة في فصل الأول من باب الحقوق والحريات لأن تقول أن الحرية هي المبدأ وهي الأصل ولا يمكن تقييد الحرية إلا في نطاق مبدأ الضرورة والتناسب نقطة تنتهي ثم تضمن الحريات في باقي الباب ولا تعود إلى مسألة التقييدات لأن عنا معيار التقييد موجود في فصل الواحد والقانون يستطيع فينا بعد أن يقيد على ضوء هذا الفصل الأول من باب الحقوق والحريات لابد أن نقول أن عدد كبير من الفصول أيضاً موجودة في باب الحقوق والحريات وخاصة في السيغة الثانية السيغة التي خرجت في بداية شهر جوليا هناك تقدم كبير هناك فصول أو حقوق تم تضمينها بشكل جيد وصياثتها بشكل جيد واللاحظة في عمل اليجان أو لجنة الحقوق والحريات بالتحديد يعني جرد كبير قاعدين يقوموا به بعض النواب وبعض أعضاء هذه اليجان من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان من أجل تطوير منظومة الحريات واللاحظة ذايا من خلال اقتراحات والاقتراحات المضادة ومن خلال التصويت أيضاً فما بش نقوله ما نكونوا نزهين أنه فما مجموعة داخل لجنة الحقوق والحريات رغبتها الأكبر هي في تقييد الحرية وليس في ظمانها لكن فما مجموعة أخرى متجهة في اتجاه مختلف وهو تضمين الحريات وحماية الحريات وتأمين الحريات أكثر من تقييدها هذا يا علاش لابد أنه اليوم ندعم عمل الأنواب داخل لجنة الحقوق والحريات وخاصة أنواب اللي قاعدين يسعون بجهد كبير من أجل أن يكون عنا باب الحقوق والحريات يرتقي إلى مستوى طموحات الشعب التونسي يرتقي إلى مستوى طموحات المجتمع المدني ويرتقي أيضاً إلى مستوى الثورة يعني هناك الإيجابي وهناك السنبي ولابد أن ندعم ما هو إيجابي داخل عمل لجنة الحقوق والحريات وأن نقلص كل ما هو سنبي أعتقد أنه المبدأ في كل هذا هو لما نكتب باب الحقوق والحريات ميزم ناشي الخاف بالحرية اللي يكتب باب الحقوق والحريات ميزم ناشي خاف بالحرية الحرية يجب يبحث عليها وليس يخشها إذا خشينا الحرية وبدينا نتخنى في منطق الخشية والخوف من الحرية وربما يعني لدي بورد مارك نجم تصير آه وكي تصير هكذا إذا من وقتها إخرجنا من فلسفة الحرية من ثقافة حقوق الإنسان وتخلنا في ثقافة السلطة في ثقافة الهيمنة في ثقافة محاولة تقييد حقوق الإنسان والحريات لكن نفمن ما يحدث داخل لجهة حقوق الإنسان وخاصة عمل نواب لدافع على الحرية ونريد أن يكون لدينا باب للحقوق والحريات يرتقي إلى مستوى انتظارات ترجمة نانسي قنقر